الرادي تسعين تسعين هواها مصر طيب احتمال شعب فريقي اه سند بسط وعمال محل. هو هو. ده النتيجة بتاعة واحد وعشرين سفر. اه واحد وعشرين سفر اه. ما هو يعني 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 الحقيقة نتيجة غريبة جدا. يعني الفرقة التانية دي عمال محل سنتر اتنين وعشرين مرة. ما فرقة بتجيب الجوان فرقة بالسنتر. يعني بس انا عايز اقولك ان في التاريخ في الجينيس بوك في ارقام مزهلة. في فرقة كسبت ستة وتلاتين سفر في فرقة كسبت اتنين واربعين ستة وتلاتين واحد اتنين واربعين سفر. فرقة تانية كسبت مية ستة وتلاتين سفر. يعني يعني. تشاطبه الفرقة دي ولا فضلت اه. مفيش. لهوا دي موجودة في كتاب من اهم الكتب اللي عرفها الانسان اللي بتوسق الارقام القياسية. موافق. اه. تشاطبه ايه? ما فيش تحاليل اللي تشاطبه اولا لا. طب هبطول حتشطبه المية ستة وتلاتين دول حلال ولا حرام. اه مش عارف. مية ستة وتلاتين امتا هي دي فورة? يعني هي لو في فورة ممكن تبقى مية ستة. تسعين وتسعين مية وتمانين يعني كل دي او نص او كل دي اقتين جون. طب حتى لو مش هيلحقوا يجيبوا كرة من الجون بيطلعوا سلسنطة ليسنطروا. لابا كانوا بيجيبوا اتنية اتنين. مش عارف. اه ناس اه في يعني حد قال لي لا اكيد ده امريكا. او كانوا بيلعبوا بكرتين. كرة تخش الجون وكرة تسنطر. ايه قالك امريكا الفوتبول. لا في جون بقى كمان رقم قياسي يعني وزنه مية واحدة اربعين كيلو. بقت الجون عارفه للانسان. ده حارس مرمى ولا الجون نفسه? لا لا حارس مرمى. مية واحدة اربعين كيلو بيرط الزيانية. تفتكر اه فعلا واحدة منهم ممكن تشطب او الفريتين تشطبه? ممكن. لا طبعا الاتنين لازم. الاتنين لازم تشطبه. اه لو في شط يعني قرار ده الاتنين. ما نفسي يبقى فيه. طبعا فيه تحقيق وكل حاجة. بعد التحقيق. يبقى فيه قرار صارم يعني. اه فيه حد من مسؤولين في فريق اه محلة مرحوم. في تصريح اللي قال ان اه اه فريق اه سند باست اه عرض مية جنيه على كل لعب علشان يكملو الماتش. اه يعني لو حاجز ده بعد الهدف الخامس. لو حاجز كيفية فهلا طلت حقيقة دايبة كده. الفريتين يتشطبه? ايوة طبعا. اه. اللي والاللي. يعني اللي والاللي. اه طبعا. يعني ما ودي مش رياضة. يعني يعني انا ما اعربش. انا ما اعربش. فيه ناس بتقولك نديها دوري درجة ربعة. لا 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 لا. مم. لا لا ما بيش حاجة اسمها كتبة بيضة وكتبة سودة وكتبة صغيرة وكتبة كبيرة. اللي بيجدب كتبة كبيرة بيجدب كتبة الصغيرة واللي بيجدب كتبة صغيرة ايديها كبيرة برضو. مم. لا ما انا في مبادئ كده يعني ما ما تتبررشي. ما حاتش يقول لي السنة كنت بهزر السنة كنت مش عارف ايه السنة? لا. ودرجة ربعة ودرجة اولا ما بيش فرق. ما بيش فرق. انا عمل طنطة. وكما يحتاج يكسب بتسعتاشر فكسب واحد وعشرين. اه. نتيجة كبيرة جدا يعني. يعني اه. مش حقيقية. تفتكري عادي من هو مخد هداف الاا. الهداف الدولي المصري قد لدي ستتاشر اه هدف سبعة عشرين مباراة. مم. الاخ اللي سجل الاهداف بقى بالكوم في المطش بقى بقى هداف. بس دي طبعا دي اه. تفتكري او مش حاجة لا اخرى. ينفع كده? اه جزء طبعا درجة ربعة صعب جدا لكن فيه نقطة تانية ممكن بنتكلم فيها. موضوع الدرجة التانية. القرار او التلميح بقرار انه ممكن يبقى 18 نادي. اه لو يبقى فرعة اه مجموعة واحدة. اه. وده قرار صح لكن اه هيتزاع بقى هنا بقى الدوري درجة تانية لازم. طب ان شايف القرار ده متأخر شوية ولا ولا ده قرار بتاع الدرجة التانية. اه لو ما يبقوا مجموعة واحدة. ده قرار سليم جدا وقرار صائب جدا وابعيد عن الانتخابات. وانا بقول كده من اول اليوم لان انا حضرت لحظة مناقشة يعني هزي الفكرة. فكرة لسه. مش قرار. بس انا ليا رأيي بقى انك عايز تعمل ده ما ينفعش الموسم القادم. وعايز تعمل ده تعلن من دلوقتي ان انا هنفذ هذا القرار بدءا من موسم. عشان خرق اتام الحساب. ايوة. عشان خرق عشرين. مش اللي جاي اللي بعديه او اللي بعديه عشرين واحد وعشرين. فاش حكى ابدا. قول للناس انا هعمل كده بس بعد سنتين. بعد ما هو الخوف يجي اتحاد تاني يلغي. دي سياسة يعني دي سياسة اتحاد. ولازم نبطل فكرة ده لمصلحة الكورة. مش وجهة نظر ايه. هو العالم كله في ايه. مابيش حاجة اسمها انا عايز فريق ميسكندرية عشان لازم يبقى فيه فريق ميسكندرية. فريق من من الصيد عشان لازم. مابيش. مابيش ده في اي حتة في الدنيا. طب انت شابس حسن ان 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 خلاف. ان لما كن دوري مجموعات كان فيه فريق بتتظلم. كل فيه ما طبعا في خلاف فريق بتظلم. بس المسابقة نفسها هي اللي بتتظلم. اه هو يعني. الفريق بتظلم عشان المسابقة نفسها ممكن كانت او مجموعات دي ممكن تبقى ظلمة. اه طبعا مابيش المنافسة مش طبعية. اللي بيطلع هو اللي بينزل. واللي بينزل هو اللي بيطلع. غالبا مابيش قوة في المنافسات. احنا بندور على صناعة كرة. ولا على انتخابات وكراسي ولا على اه نرضي الناس ونرضي محافظات انا انا بص انا ما بحبش ازايد. انا بتكلم بوضوح. ما حتش يقول لي بقى ده فلان ده بيتكلم ضد مش عارف مين. انا مش ضد حد. انا مع صناعة كرة القدم. لما اصلحة الكرة لما اصلحة الكرة ان احنا بقى زايد الانجليز بقى بسيطة يعني. هو الانجليز اه يعني اه يعني لا بصراحة احنا لازم نبطل. طب تدي الموضوعين دول كم من عشرة? موضوع? لا خانيا اه هم الموضوعين مش لطافيا. سند بست. اه. و بص والله لو عندي شنطة اصفار بجد يعني كنت اه طلعت بيها. اوكي. شنطة اصفار. يعني ده دي جريمة اخلاقية. طب انتحد الكرة بقى ودور الدرجة. اذا ثبت انها كانت تفويتة. اوكي. اه. اتحد الكرة بقى ودور الدرجة تانية. القرار الاتحاد ده هديله سبع من عشر. لانه القرار تأخر سبعين سنة. طب تفتكري هياخدوه هياخدو القرار ولا مش هياخدوه? لو عايزين مصلحة الكرة في مصر لازم القرار ده يتاخد ولا يردخوا لأي ضغوط. لكن بشرط عشان يبقى واضح. يده. قولوا للناس كلها هنعمل القرار ده بعد ثلاث سنين. بعد خمس سنين. بس يتنفذ بعد خمس سنين. ما هنرجع تاني من نحولك الخوف. مفيش حاجة اسمها كده. دي سياسة لازم تطبق على الجميع. اي حد عايز الصناعة وعايز مصلحة اللعبة لازم يبقى امين في قراراته انها فعلا لمصلحة الرياضة ومصلحة كرة الخدمة.